سخفانة وعيانة ولو بما تدري التمجود ولا التحاجة كتحسب راسك راجع لك لها وفشلانة الحلقة دينا دي اليوم جبت لك وصفة رائعة ماشو حبوب دي الحلبة هاد الحبوب عندها فوائد كثيرة من بينها علاج تساقط شهر غني بالحديد وحنا عارفينه علاج فعال بالنسبة الناس اللي كانوا من فقر الدم وزيدها لها حتى بالنسبة الوليدات الصغر اللي تعانيه من مشكل ديال لانيميا إلا كنت تعاني من الكوليسترول وكتعاني من ارتفاع السكر هاد الحبوب غد يقدوا لك السكر مئة في المئة مجموعة دينا صائح والوصفات غد ينتقسمهم معك من خلال هاد الفيديو من اللي نبدو نتعرف عن المكون دينا وأكيد كيف العادة مدة الاستعمال دياله وأضرار الاستعمال دياله وكذلك تم وانع الاستعمال دياله واشنو الحالات اللي يمكن أنهم يجيوك من اللي تناوله ونصائح باش كيف ما تنقولوا ما يكونش الاستعمال الخاطئ بقي معايا حتى الاخر الحلقة ولكن قبل من هاد شي كامل كيف تعودنا دائما؟ الناس جدد كنرحبو بيهم ونفكرهم يضغطوا على زر الشراك سبسكرايب سابوني زر الأحمر لقدامكم أما بالنسبة وكذلك تفعيل الجرس يعني وركوا للجرس ديروتو نوتيفيكاسيون باش توصلوا بكل جديد أما بالنسبة لبنات اللي معايا منذ البداية ديال القناة شكرا خاص لهم على وفائهم للفيديوهات شكرا خاص لهم على القليمات الزبنة اللي كانت يخليوا لينا وشكرا خاص لهم كذلك على تتبعهم مجموعة ديال الفيديوهات وتطبيقهم مجموعة ديال الوصفات اللي كان قدموا لهم اللي يجيبنا في السواب والله يخلينا دايما صحاب وحباب ايو اندوزوا مباشرة للبداية ديال الحلقة ديالنا باش ما تقولوش لي راني طولتا لكم كيف العادة بسم الله على بركة الله من بي الفوائد ديال هاد الحبوب كينفعو بالنسبة للكوليسترول ويلا تكلمنا على الكوليسترول قدينتكلموا على الدهون تولتي وقدينتكلموا كذلك على انحباس لعروق او لعدم امتساس الفيتامينات بشكل طبيعي يعني الكوليسترول تيها عرق المجموعة ديال العمليات اللي كتم في الجسم ديالنا ويلا تكلمنا اكيدا الكوليسترول الى كان مرتفع اوتوماتيك مونت يكون مرتفع معاه السكري دونك بالنسبة لها الحبوب رائعين بالنسبة للناس اللي يعانو من السكري ويعانو كذلك من الكوليسترول طريقة الاستعمال ديالهم كي يخدوهم وكنديروا انخوئوا لهم الماء طيب كنخليهم يباتوا للك كاملة اكيد من بعد ما نكونوا نقيناهم وغربلناهم لانهم كيكون فيهم شوية ديال الطراب من اللي يجي بيهم من عند العطار خوديهم وغربليهم ومن بعد ديال الله نقيهم وديرهم فحة القريعة بقيت تاخدي مع القديرها في كاس ديال الماء اللي غادي يكون طيب وخليهم تلصبح مع الصبح هتلقيهم تنفخوا يمكنك انك تاخديهم على الراق كي قدوا لك موسة والسكر في الدم النهار كامل وفي نفس الوقت كي يحميوك من اولا تيكافحوا الكوليسترول كيساعدوا اشارية القلب باش يدوز فيهم دور الدم وياه بشكل طبيعي الناس اللي تعانيوا من الوزن الزائد هاد الوصفة رائعة لكم بحيث ان هاد الحبوب كيحتوي على مجموعة ديال البروتينات والأولياف اللي كتعطيكم شعور بالشبع يعني تملكت دير ريجيم او لحمية غدائية ما كتكونوش تحسو بالمرة مشكل ديال الجوع والحاجة اللي يزوين فيهم بان الصعورات الحرارية اللي فيهم قليلة ومنخفضة الشيء اللي ما كيخليكم جزيده في الوزن ديالكم وما كيخليكم مش كذلك انكم تفرطوا في الاكل وتفرطوا كذلك في تناول مجموعة ديال الاغذية غير الصحية يعني الناس اللي بغوا يضعفوا يمكن لكم تفرطوا هاد الحبوب والطريقة ديالهم سهلة هي غدية تخطي واحد ديال ياغورت بنسوس ضيفي عليه معلقة كبيرة وضيفي عليها عصير ديال حامضة خلطيها في واحد زليفة وبقى يتاكله من الليل الليل اولا يمكن لك انك يتاكلها مع ستلاجية باش هكا الجسم ديالك يرتاح في الليل ويتمكني ويتمكني من عمليات حرق الدهنيات بطريقة لي هي سهلة وفي نفس الوقت بلما تعرق لي العملية ديال الجسم في حرق الدهنيات إلي كنتم الناس اللي يعانيوا من مشكل ديال هاشاشة العظم وخيفين من هاشاشة العظم ما الأفضل أنكم تعطيوا هاد حبوب لي كم الموليدات ديالكم بحيث أنهم يحتوي على كمية كبيرة ديال كالسيوم ويحتوي كذلك على كمية كبيرة ديال الفيتامينات من بنا الفيتامين كا اللي يحصل لنا كذلك الامتصاص ديال كالسيوم ركزون على هاد النقطة لأن هولما كانش امتصاص جيد من طرف الجسم ديالنا للمواد اللي كنعطيوها اللي سنعطيوها لصدقوني بأنهم ولو ناكلوا ناكلوا ما غديش لقوا صحتنا وفي نفس الوقت ما غديش نستفتغ من المكونات كذلك يحتوي على مجموعة ديال البروتينات اللي كتتقد لنا النسيج العظمي البيني ديال العظام ديالنا دونك اعطيوها الوليدات اعطيوها الوليدات ديالكم الى بغيتوه الى بغيتوهم يطوالوا وفي نفس الوقت اطلع عدمهم صحيح كذلك من بي الفوائد 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 ديال هاد الحبوب هو انه وكي بقينا من المشكل ديال نقص الحديد الى كنتي من ناس اللي كيعاني ومن فقر الدم وتيعاني وكذلك من الانيميا تنسحك باشي لكنتي من ناس اللي كيعاني ومن فقر الدم كيعاني ومن الانيميا كان نسحك باش تستعملي هاد الحبوب وتعاجي بهم وتدوي بهم طريقة ديال استعمال ديالهم هي غادي ناخدو واحد لكاس ديال الحليب يكون كبير غادي نضيفو فيه معلقة ديال هاد الحبوب وغادي نضيفو فيه اكيد كيكونوا اما مرتبين اما تكونوا مطحونين على حسب انتي والطريقة اللي بغيتي تستعمليهم بها اما تنقيهم وبدون ما تغسلهم وغير تغرب ليهم وطحنهم ودخطي منهم مرقة صغيرة او لا يمكن لك انا كترتبهم في الماء وتخليهم حتى يديروا حتى يتخليهم حتى تخليهم حتى تيرطابوا والغد ما صباح كتاخدي كيميا ديال زبيب تقريبا جيد واحد جوج ديال معي القات وكن ناخدو معها ربعة الحبات ديال التمر وناخدو معها كذلك سات الحبات ديال اللوز وجوج حبيبات ديال القرقع وكاس ديال الحليب كنتحن هاد المكونات كاملين وتد اكيد من بعد ما كنتحنهم كنتصفيهم على حسب انتي واش مبغيتي ومن بعد كنتشربهم على الريق او لكتعطيهم الوليدات ديالك على الريق اول شي كيزيدوا تركيز ديالنا وفي نفس الوقت كيحاربوا العياء وفي نفس الوقت كيحاربوا مشكلة الاضطربة ديال المعدة والغتايان وحتى الدوار بسبب توفرهم على الحديد اللي عارفين الفوائد دياله اشنو بان لكم نكشف على الاسم ديال هاد المكوين ولا نزيده في الفوائد والوصفات دياله اكيد بزاف منكم متلها فباش عرف الاسم ديال هاد المكوين ايه باغي بتعرف الاسم دياله ايهو يا للا بيتمقول لك بدا بقيمها يحتى الاخر ديال الحلقة لانه كينا وصفة به بالنسبة لعلاج الشعر وتساقط الشعر هنا بالنسبة لهاد المكوين هو حبوب ديال البرسيم لحبوب ديال البرسيم اللي عارفينها الفوائد ديال هالكتيرة ولي كتعمل على مساعدة على نشاط الجهاز ديال المناعة وكتأدي كذلك للزيادة في الحماية ديال الجسم ديالنا من مجموعة ديال الامراض غدي نزيد ونتكلمو ما زال على الفوائد دياله واللي هي كتيرة من بينها وصفة بالنسبة للمناعة أو لتقوية المناعة عند الوليدة الصغر وفتح الشهية غدي ناخدو هاد الحبوب غدي نقوهم غدي نغرب لهم بيدا من الغبرة كيف العادة غدي نقوهم غدي نحطهم في واحد زوية في ديال حياتي غدي نغطي ورش عليه قطرات ديال الماء وغدي نخليه غير على برا واحد يومين أو لثلاث يام غدي بلين انه بداء كينبت من اللي غدي بدا ينبت غدي ناخدوه غدي نديروه في الشمش من اللي غدي تشمشوا غدي ناخدوهم ونطحنهم غدي نطحنهم مزيان 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 ومن بعد غدي تولي تأخذي درس ديال التومة أو لا غدي تأخذي فصل ديال التومة حمرة مثلا بحلقة غدي تستعملي هاد التومة قد نسلق هديك الكركوبة غدي نسلقها مزيان وتكون تومة حمرة غدي نسلقها مزيان وناخد هديك تومة غدي نضيف معها معلقة ديال اسل الحور غدي نضيف معها معلقة ديال هاد معلقة صغيرة جهد ما غدي يكون لوليد ديال هاد الحبوب ديال البرسيم من بعد البنات غدي يعني ولسل الحركة الضيفة على جهد ما غدي يجمع لك غدي تولي عندك بحل شكل ديال العجينة وهكا غدي يتمكني انك يتحصلي على واحد المجون اللي غدي يساعد لوليد ديالك في رفع المناعة دياله والذي تكلمنا على رفع المناعة غدي نتكلموه على محاربة مجموعة ديال الأمراض وكذلك العلاج من مجموعة ديال الأمراض واعطاء الجسم القوة ديالنا باش غدي دافع على غدي دافع على رسه من مجموعة ديال الجراتيم هذا اول شيء تاني شيء غدي يحمينا من مشكل ديال البرد ومشكل ديال رشح اولى زوكم اللي اكيد احنا عارفين رسنا بان انا داخلين في الخريف وداخلين على مجموعة ديال الأمراض من بينها نزلات البرد وعارف الاضرر ديالها وكذلك تمر ديالها دونك وجدي هاد الوصفة ان شاء الله بإذن الله الوليه ديالك اولى البنيتا قبل ما يضربوا البرد باش تحميه من مشكل ديال الكحة وديال المشاكل اللي كتكون في الجهاز التنفسي كذلك هاد المكوين كيساعد بالنسبة لهاد المكوين كيساعد على علاج تساقط الشعر من الليك نتكلم على تساقط الشعر كينين بزاف ديال الاسباب من بينها اها ك我也 عين بزاف ديال اسباب من بين هي لأن عندك مشكل ديال فقدها من الغدال ضرقية وكذلك اه بالنسبة للحبوب اللي كتستعمليه أو لا كتتاكلي وكذلك إحتى لأن عندك مشكل الديال السكري وكذلك إلي كان عندك مشكل ديال الفروة ديال الرأس عندك دهنية بالنسبة لهاد المكوين كيحاعد على هاد المشاكل كاملة الا الغدالذراقية يعني يمكن لك انها كي تستعمله كاكل و تستعمله خارجي طريقة اللي سنستعمله بها خارجياً سهلة ستأخذ هذا المكوين و نطحنه و نحصله على واحد البودرة هذه البودرة سوف ندرها في زيت الزيتون و نجعلها مدة 25 يوم تقريباً و تلوي هذه القرحة ب واحد سكوتش اللي ستكون جيدة من بعد سوف تخلطي و تأخذ شوية من هذا الزيت و تشقي به شعر ديالك او للراس ديالك او لينكلك انك يتخذي و تدهني به شعر ديالك بدون ما ستغسلي صدقيني بانه سيحبس عندك المشكلة تساقط شعر شعرك سيقوى و شعرك سيوقف و دائماً ماليك نديرو هدينا وعملوا وصفات الى ابنات كان عارفو ان الزيت بي القوات كتبها لكم كأنها هكا شعر نشف اولاد شاكك ما الافضل انكم تديرو وصفات اللي ستعمل على الترتيب كنضربو عصفو رين بحجر كرتبو الشعر ديالنا و في نفس الوقت كان قويو الزغبة كينة طريقة اخرى اللي يمكنك انك يتسعملها غادي يتخذي غادي يديرو في واحد الكسرونة و غادي يتطبخي مزيان 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 معلقة صغيرة نضيف عليها جوج معلقة ديال الروز الشيء اللي يخلي عندي هذا كرغاء ديال الروز و الفوائد ديال المكوين راك يتلقوه في الماء غادي نخلط مزيان و غادي نضيف شوية ديال زيت اللوكوك و من بعد نضيف الشعر ديالي او لا نضيف شعر ديالي هكا غادي يتطبخي الترتيب اللي هي طبيعية و في نفس الوقت بدون ما غادي اطياح لك الزغبة ديال شعر و بدون ما غادي اطياح لك شعر ديالك اما بالموضوع اللي مهم بالنسبة لنا هو إلا كنت كتعاني من المشكلة ديال عائلة و التعبو في نفس الوقت حساب النسبة للإرهاق و بغايت تزيدي الوزن و بزاف منكم تقلب على وصفات باش غادي زيد الوزن و يتخلص من شبح النحافة طريقة سهلة غادي ناخد هاد الحبوب من بعد ما اكيد غادي نكون حيت منهم طراب من بعد نقيتهم حيت منهم الحجر و هادك الشي اللي زيد و من بعد ديال اللي و من بعد ديال اللي غادي نرطبهم في شوية ديال الماء من اللي غادي ترتبهم في شوية ديال الماء مع الصباح هادين ناخدهم و كتديرهم في هذا كتديرهم في غورتلي كلكون كريمي كنزيد الي جوج معالق ديال السمسم اولى زنجلان و كتاكلهم هاد شي إلي كنت بغايته تغلاطي و كتاكلهم من الليل الليل مدة قصيرة كسب لك النتيجة يضف المجموعة ديال الليل السنيجة مع السكري و كذلك الكوليسترول بالنسبة للشعر بالنسبة طول الدיפتول و كذلك بالنسبة الناس للس jakby الجمع التي فاعدska من العياء و من التعب طريقها ضي concй سوف نأخذ هذه الحبوب. سوف نضيف عليهم كاس الحليب سخون او فايد. معلقة كبيرة في كاس الحليب اللي سوف يكون فايد او طيب. سوف نضيف ثلاثة ديال المرات. سوف نحركه. سوف نضيف الحليب ثقيل. واكيد في البداية ديال الوصفة. سوف نضيف عليه ثلاثة الحبات ديال التمر. يعني من الافضل ان التمر يتخذ بالفرد. ثلاثة الحبات ديال التمر كاس ديال الحليب اللي سوف يكون كبير. سوف نضيف عليه ملقة كبيرة من اهد الحبوب. سوف نحصل على واحد هذا عاقد. على واحد الخاليات اللي سوف يكون عاقد. او لا خاتر شوية. غادي نضيف معي القادية اللي سلا على حسب الحلوة انتي اللي بغيتي. غادي تشور بيها من صبح صبح وما تبقي مدة ديال الساعة عادة تفطري. ستدقني عنده فوائد كتير كتير. ولكن. حاجة اللي خسكي تردي لها البال. وخسكي تنتابهي لها. هي ان بحال هاد النوع ديال الوصفات متي تستعملش مدى الحياة او لا لمدة طويلة. اكيد من بعد ما تكلمنا على هالفوائد كاملين وكذلك عطينا في فيديو واحد مجموعة ديال الوصفات شاملة على الاستعمال ديالهم. الحاجة اللي نبغي نبهكم لها البنات. هي ان المدة يعني الاستعمال ديال العشاب او ديال الوصفات كي تكون واحد المدة معينة وواحد الكيمية محدودة. يعني ما تفوتيش فيهم مدة ديال اربعين يوم. بالنسبة الشخص البالغ اولى بالنسبة السيدة اللي كبيرة. هاد الشي بالنسبة للاكل. اما بالنسبة لوليدة الصغر ما تفوتيش فيهم مدة ديال عشرين يوم فقط وكتبق فيه. لان الاكتار فيهم كي يعمل على خلل في الكوريات الحمراء وكذلك اه توازنهم مع الكوريات البيضاء يعني كتبوا لعندك الكوريات الحمراء اكتر من الكوريات البيضاء وهذا الشي اللي ما بغي ناش بالمرة. هكذا غني نكون وصلنا نهاية ديال الحلقة ديالنا. وكان عاود نذكر على المدة ديال استعمال ديالهم اركزوا عليها البنات. وما بقى لي الا المدة. ونقول لكم الى اللقاء في حلقات اخرى وان شاء الله بإذن الله.